بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة صوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بجاهلية جهلة وضلالة عمية قد اندثرت آثار الرسالات السابقة فاستحكم أمر الجاهلية وصاروا متفرقين متشتتين متناحرين لا رابطة تجمعهم ولا عقيدة ينضبون تحتها وليس عندهم كتاب من الله يستنيرون به ويستضيئون بضوئه لأن الكتب السابقة ثرفت غيرت وانقرض أكثرها فبقوا فقعة البشرية في ظلام دامس من جميع النواحي ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته تكفل أنه سبحانه يرسل الرسل لهداية الناس فيما اختلفوا فيه ولا يتركهم في ظلالتهم وجهالتهم ولنه سبحانه وتعالى اقتضت رحمته بعباده أنه يرسل الرسل عندما تشتد الحاجة إليهم وقد اشتدت الحاجة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول يبين لهم ويهديهم الصراط المستقيم ويضيء لهم المنهج الذي يسيرون عليه فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير الله على كل شيء قدير فقام صلى الله عليه وسلم امتثلاً أمر الله في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهبر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فقام صلى الله عليه وسلم وحيداً في العالم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولم يتبعه إلا أفراد من الناس إلا أفراداً من الناس قليلين على خوف من الكفار وصاروا يسلمون الواحد بعد الواحد والعرب والعجم كلهم ضد هذه الدعوة المباركة ثم إنه صلى الله عليه وسلم واصل الدعوة فاجتمع حوله من اجتمع من المسلمين السابقين على خفية من أعدائهم ثم إنهم تزايدوا وتزايدوا حتى كثروا ولكن لا يزال الخناق مضيقاً عليهم في مكة وقابلوا من الكفار الأذى الكثير والضغط الشديد يريدونه من يرجع عن اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما يزيدهم ذلك إلا قوة وثبات ثم أذن الله لرسوله والمسلمين بالهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد إلى بلد يظهرون فيه دينهم فهاجروا إلى الحبشة عند ملك يقال له النجاش من النصارى لا يظلم عنده أحد أصاروا هناك في منجاً من أذى الكفار وحاول الكفار استردادهم فلم يفلحوا ثم إن الله منع على هذا الملك فأسلم النجاشي أسلم ودخل في دين الله عز وجل ثم بلغ المسلمين أن ضغط الكفار قد خف أو أنهم قد تراجعوا عن معارضتهم فعادوا إلى مكة إلى مكة فوجدوا الأمر أشد مما كان ثم عادوا بالهجرة إلى الحبشة الهجرة الثانية إلى الحبشة ثم أذن الله لرسوله الهجرة إلى المدينة بعدما جاء ناس من أهلها في الحج وعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوته فدخلت في قلوبهم وأسمعهم القرآن وقالوا إن هذا لهو النبي الذي تهددكم به اليهود لأن المدينة كان فيها طوائف من اليهود يهددون الأنصار الأوس والخزرج لم يسموا بالأنصار إلا بعد يسمون الأوس والخزرج فكان اليهود يهددونهم بأنه سيبعث نبي فنجاهدكم معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين هذا اليهود قالوا إنه لهو النبي الذي تهددكم به اليهود فلا يسبقوكم إليه فآمنوا به وبايعوه ثم في السنة الثانية قدم وفد أكثر من الوفد الأول البيعة الثانية وتمت الاتفاقية بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأولادهم فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة ولحق بهم صلى الله عليه وسلم أخيرا وتكونت دار الهجرة تكون المهاجرون والأنصار هناك فقوى الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت أول وقعة حصلت في بدر هزم الله بها المشركين وقتل رؤوس الكهر وانتصر المسلمون في بدر الكبرى وهذا يصوره قوله تعالى محمد رسول الله والذين معاه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود كمثل زرع نخرج سطأه فآزره فاستغلظ على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار هذه نشأة الإسلام شيئا فشيئا حتى قوي وأذن الله لرسوله بالجهاد بسبيل الله عز وجل وتآخى المسلمون على اختلاف ألوانهم ولغاتهم تآخوا وصاروا إخوانا متحابين بدل أن كانوا متعادين متقاطعين اجتمع الأوسو والخزرج الذين كانوا في الجاهلية على حروب بينهم طاحن اجتمعوا وصاروا إخوة وبينما هم كذلك حاول اليهود تفريقهم ولما مر يهودي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوسو والخزرج مجتمعين في مكان متحابين متآخين ساءه ذلك فجاء وجلس إليهم وذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من الحروب والثارات والأشعار المهيجة فحينئذ انثارت ثائرة الحيين وتواعد القتال تأثراً بهذا اليهودي فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم وأنزل الله تعالى قوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فعند ذلك قام بعضهم إلى بعض يتعانقون ويسلم بعضهم على بعض وأفطل الله مكيدة هذا اليهودي ثم حاولوا مرة ثانية فقالوا كما ذكر الله عنهم وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون حاولوا أن يسلموا ثم يرتدوا في اليوم الواحد حتى إذا رآهم الناس اقتدوا بهم وخرجوا من الدين وارتدوا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم لأنهما هالكتاب ويقولوا ما تركوا هذا الدين إلا لأنهما هالكتاب يعرفون أن هذا الدين لا يصلح هذه مكيدة أبطلها الله جل وعلا وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار فروا آخره لعلهم يرجعون فبطلت هذه الحيلة للمرة الثانية ثم إنهم حاولوا المرة الثالثة فدسوا على المسلمين رجلا يهوديا تظاهر بالإسلام من أهل اليمن يقال له ابن السودة من يهود اليمن عبد الله بن سبا فجاء الخبيث يظهرا للإسلام في خلافة عثمان رضي الله عنه فصار يهيج الناس عليه يحرِّضهم على الخليفة فاتبعه من اتبعه من قاصر النظر وضعيف العقول فحصلت الفتنة بقتل عثمان رضي الله عنه وظن اليهود أنهم بهذا يقضون على الإسلام ولكن والحمد لله هو إن حصل فتنه قتل من قتل من المسلمين لكن الإسلام عزيز ولله الحمد ولم يؤثروا ولم يؤثروا فيه لم تؤثر فيه هذه الفتنة والحاصل أن اليهود ما يزالون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وودوا لو تكفرون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فهم لا يزالون على هذا على هذا الحقد لهذا الدين يريدون أن يطفئ نور الله بأفواهم ويأبى الله إن لا يتم نوره ولو كره المشركون والله جل وعلا قال لنا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين حذرنا من طاعة الكفار والمنافقين وطاعة اليهود والنصارى مما يدل على أن كيدهم سيستمر ضد الإسلام فنكون على حذر ولا من جاءت لنا إلا بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عند ظهور الفرق والفتن في حديث العرباض بن ساريا رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوب فقلنا فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوسم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة فأمر أخبر صلى الله عليه وسلم عن حدوث الاختلاف من بعده وأمر عند ذلك بثلاثة أمور أولا تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه والتمسك بدينه وبحبله وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم لعلكم تتقون تقوى الله ثم الأمر الثاني السمع والطاعة السمع والطاعة لولي أمر المسلمين واجتماع الكلمة عدم التفرق والاختلاف لأن ولي أمر المسلمين يكون يكون ترساً يترس به المسلمون ضد ما يضرهم فإمام المسلمين تجتمع عليه الكلمة وهو الذي يقيم الحدود وهو الذي ينصف الظالم ينصف المظلوم من الظالم يرد الحقوق إلى مستحقها وهو الذي يقيم الجهاد في سبيل الله وهو الذي يرجع المسلمون إليه عند الاختلاف فولي أمر المسلمين له مكانة عظيمة في الإسلام وله آثار عظيمة ولا يصلح المسلمون بدون إمام لا يصلح المسلمون بدون إمام ولا لحظة واحدة ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغل بجنازته عليه الصلاة والسلام حتى نصف إماما يخلفه وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه مما يدل على أن وجود الإمام ضرورة لأنه هو الذي يقود الجماعة والله مرنا بالجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والسمع والطاعة يعني لولي الأمر وإن تأمر عليكم عبد الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فهذا من جملة ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند الفتن الاجتماع مع جماعة المسلمين وتحت راية إمام المسلمين ثم الأمر الثالث التمسك بالسنة فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عند الفتن لا من جات منها إلا باتباع الكتاب والسنة وهذا ما أوصابه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره فهذه الظوابط التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الفتن وبها النجاة من الفتن تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فلابد من إمام ولابد من منهج والمنهج هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة وسنة خلفائه الراشدين انتفل المسلمون هذه الوصايا فقامت دولتهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين ثم حدثت الفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت الفرق فأول فرقة ظهرت فرقة الشيعة الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الخلفاء الراشدين ويزعمون أنهم اتبعون أهل البيت وأن الحق لأهل البيت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن عليًا هو الوصي بعد رسول الله وأن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان كلها ظلم واقتصاب للخلافة كما يقولون هؤلاء الشيعة الذين بدرتهم الأولى ابن سبأ اليهودي كما سمعتم ولا يزال كيدهم للإسلام والمسلمين ثم ظهرت فرقة القدرية الله جل وعلا جعل الإيمان بالقدر من أصول الإيمان فقال نبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره والقدر هو ما يقدره الله سبحانه وتعالى على عباده فالقدر بيد الله ولا يجري شيء إلا بقضاء وقدر قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا فظهرت القدرية وهم على فريقين غلات ونفات فالغلات هم الجبرية الذين يغلون في إثبات القدر وينفون اختيار العبد ويقول إن العبد مجبور على أفعاله ليس له فيها اختيار هؤلاء يغلون في إثبات القدر ويسلبون اختيار العبد وفعله وعلى النقيض النفات الذين ينفون القدر ويثبتون اختيار العبد وينفون القدر ويقول إن العبد يخلق فعل نفسه ولم يقدر الله عليه شيئا إنما هذا شيء هو الذي يحدثه مستقلا عن قضاء الله وقدر على هذا المعتزلة ومن سار على نهجه هذا الافتراق في القدر أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بالقضاء والقدر كما جاء في الكتاب والسنة ولكنهم يؤمنون أيضا بإثبات أفعال العبد فيجمعون بين الأمرين أن الله قدر وأن العبد يفعل باختياره ومشيئته وله قدرة على الترك وعلى الفعل هذه فرقة القدرية وعلى المذهب الأول الجبر الجهمية أتباع الجهم بن صفوان وعلى الطرف الثاني المعتزلة وإمامهم واصل بن عطى عمر بن عبيد وغيرهم هؤلاء القدرية وهذه فرقتهم ثم ظهرت فرقة الجهمية اتباع الجهم بن صفوان ولهم مذاهب قبيحة ينفون أسماء الله وصفاته وينفون اختيار العبد وفعل العبد ويزعمون أنه مجبر على فعله كما سبق ويقولون بالإرجى أيضا كما يأتي وعلى نقيضهم المعتزلة هؤلاء هم القدرية بقسميهم ثم ظهرت فرقة الخوارج الخوارج وهذا في أصحاب الكبائر أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لكن قد يحصل منهم ذنوب كبائر يحصل منهم ذنوب كبائر لكنها دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر أكل الربا وغير ذلك هذه كبائر والكبائر على قسمين القسم الأول الشرك وهذا أكبر الكبائر هذا لا يغفره الله إلا بالتوبة وأما بقية الكبائر فهي تحت مشيئة الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالا بعيدا الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة أما ما عداه فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله عذب صاحبه وإن شاء غفر له ولكنه لا يخرج من الدين الخوارج قالوا يخرج من الدين صاحب الكبيرة يخرج من الدين فكفروا المسلمين بالكبائر وكفروا من خالفهم في هذا المذهب واستحلوا دماء المسلمين على أنهم كفار عندهم هذا مذهب الخوارج ينشأ من الكبيرة يضاف أيضا إلى ذلك بناء على أنهم يكفرون بالكبيرة خرجوا على ولاة أمور المسلمين إذا حصل من الوالي معصية أو مخالفة فإنهم يكفرون وبالتالي يخرجون عليه ويقاتلون هذا مذهب الخوارج يجمع بين الأمرين الخروج على ولي أمر المسلمين بحجة نفعل كبيرة دون الشرك ثم بالتالي يخرجون عليه ويسفكون دماء المسلمين الذين يخالفونهم في هذا الاعتقاد الباطل فكم قتلوا من المسلمين كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان هذه صفة الخوارج وعليه فرقة مارقة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فسادهم كبير لأنهم يسفكون الدماء ويفرقون جماعة المسلمين ويحلون ينقضون عصى الطاعة ويفرقون الجماعة وهذا من أعظم الأخطار التي تحصل للمسلمين بسبب هذا المذهب الخبيث وهذه الفرقة ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع أنهم يعبدون الله ويصلون الليل ويصومون النهار وتوسمت جباههم من كثرة السجود لكن ليسوا على فقه وليسوا على علم وليسوا على منهج السلف فلذلك لم تنفعهم عبادتهم وصلاتهم وصيامهم قال يمرقون من الدين يحقر أحدكم صلاته عند صلاته صومه عند صومه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية سأل الله العافية هذه فرقة الخوارج سأل الله العافية هذه فرق انظهرت وتجذرت في الإسلام ولها لها فرق انشقت عنها وتنوعت حتى بلغت مبلغا كبيرا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 73 فرقة وتتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي من هنا نعرف مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو مذهب النجاة نجوا من النار واثنتين وسبعين فرقة في النار إلا هذه الفرقة ولذلك سميت بالفرقة الناجية يعني الناجية من النار سموا أهل السنة لأنهم يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سموا بالجماعة لأنهم يجتمعون على ولي أمر المسلمين ويجتمعون مع جماعة المسلمين ولا يخالفون في أمر يضر المسلمين هؤلاء هم أهل السنة والجماعة نريد أن نعرف أصول مذهبهم وأصول المصول التي يمشون عليها لعل الله أن يجعلنا منهم وأن يجنبنا طريق الفرق الضالة لها أصول الأصل الأول الإيمان بالله عز وجل يؤمنون بالله الإيمان الصحيح يؤمنون بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية وبتوحيد الأسماء والصفات يؤمنون بالرسل يؤمنون بالكتب يؤمنون بالبعث يؤمنون بالقدر كما وصفهم النجي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله تؤمن باليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه أصول مذهبهم وعندهم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد قول وعمل واعتقاد مجتمع من هذه الأمور قول بالقلب قول باللسان واعتقاد وعمل بالجوارح لا يكون الإيمان إلا بمجموع هذه الأمور هذا هو الإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهذا منهجهم يؤمنون بالله على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة من توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بأسمائه والصفاته الإيمان بالملائكة بالرسل بالكتب باليوم الآخر بالقدر خيره وشره هذا منهجهم الإيمان ثانياً من أصولهم اتباع الكتاب والسنة لا يستدلون إلا بقال الله قال رسوله أو إجماع المسلمين لا يقتدون لا يستدلون بقواعد المنطق وعلم الكلام وما عليه أهل الضلال إنما دليلهم الكتاب والسنة دائماً وأبداً مع فهم الكتاب والسنة مع الفهم وإلا كل يدعي أنه يتبع الكتاب والسنة لكن الفهم الفهم الصحيح الكتاب والسنة ثالثاً أنهم يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفرقون بينهم يحبون المهاجرين والأنصار يحبون أهل البيت لا يفرقون بين الصحابة يقولون هؤلاء أهل البيت وهؤلاء غير أهل البيت لا أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الصحابة ويعرفون لأهل البيت حقهم قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يغلون فيه كما تغل الشيع فليحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم أما الشيعة فإنهم يغلون في أهل البيت ويجفون في حق الصحابة ويكفرونهم ويصفونهم بالظلم والطغيان والعياذ بالله أما أهل السنة فإنهم يحبون صحابة رسول الله لأن الله أثنى عليهم ومدحهم والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهم قال لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مدى أحدهم ولا نصفه محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره واستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ ليغيظ بهم الكفار فلا يغتاض من الصحابة إلا كافر نسأل الله العافر ليغيظ بهم الكفار والله أثنى عليهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وعنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أصول أهل السنة والجماعة احترام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثنى عليهم والاقتدى بهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان هذا بعد قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تعون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذه في المهاجرين في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم حبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم قال والذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوه الرحيم قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصول أهل السنة والجماعة كما سبق طاعة ولي أمر المسلمين وعدم الخروج عليه وعدم نشر نقائصه وما عنده من الخلل على الناس في المنتديات أو في المجالس أو في الخطابة أو في الأشرطة بل إننا بل إننا نحترم ولاة أمور المسلمين وإن كان عندهم أخطاء فإنهم ولاة أمور المسلمين وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم ونهى عن الخروج عن طاعتهم ونهى عن سبهم وتنقصهم لكن هذا لا يمنع المناصحة له إذا حصل خلل أن يناصحوا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشكوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم فمن النصيحة لهم بيان الخطأ الذي يقع أو يحصل ليستدركوه ويكون هذا سرا بين الناصح وبين المنصوح لا فضيحة وإنما هو سر توصل النصيحة لهم وهذا من حقهم عليك ومن حق المسلمين عليك كذلك من نصيحة ولاة الأمور القيام بالأعمال التي ينيطونها بك بالوظائف النصيحة أن تقوم بالعمل الذي ولاك عليه ولي الأمر ولا تخن فيها وتتساهل فيه كذلك من النصيحة لهم أدعى لهم بالصلاح والاستقامة أدعى لهم قال الفضيل بن عياض رحمه الله لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان لأن صلاح السلطان صلاح للإسلام والمسلمين وكف الألسنة والأقلام عنهم والتهيج عليهم هذه طريقة الخوارج طريقة الشيعة أما طريقة المسلمين فإنهم يحترمون ولاة أمورهم ويناصحونهم ويدعون لهم ويتعاونون معهم على البر والتقوى كذلك من وصول صلاح السنة والجماعة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ولكن الإنكار يكون بالطرق الشرعية لا يكون بالاعتساف لا يكون بالشدة والغلظة والقسوة إنما يكون بالطرق الشرعية التي يزول بها المنكر أو يخف أما الأسلوب القاسي والأسلوب المنفر هذه طريقة المعتزلة المعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن معناه الخروج على ولاة الأمور يعتبرون الخروج على ولي الأمر من الأمر بالمعروف أنه يعني المنكر وهذا ضلال والعياذ بالله هذا هو المنكر الخروج على ولي أمر المسلمين هذا هو المنكر هم يقولون لا هذا هذا أمر بالمعروف نهي عن المنكر هذه طريقة المعتزلة هذه طريقة المعتزلة فروج على ولاة الأمور التشدد في القول أو بالفعل الواجب على المسلم أنه يتلطف مع العاصي وينهى ويبين لها الحكم الشرعي ويسر له سراً ولا يفضحه عند الناس هذا هو الطريقة قال الله جل وعلا أبعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الأمر بالمعروف أنه يعني المنكر لا بد منه لكن لا بد أن يكون على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يشتد الإنسان في ذلك ولا يتساهل في هذا وإنما يتبع الطريق الوسط الذي به يزول المنكر أو يخف وتبرأ به الذمة هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة والجماعة على ما جاء به الشرع المطهر وما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك من أصول أهل السنة والجماعة أن الأعمال الأعمال التي يختص فيها الإمام ينيطونها به مثل الجهاد الجهاد واجب على المسلمين عند الاستطاع وبه يخفض الدين وتصان كرامة المسلمين لكن الجهاد من صلاحيات ولي أمر المسلمين وهو الذي ينظر فيه ويأمر به ويعد العدة له ويتولاه بنفسه أو يوكل من يقود الجيش أو السرية هذا من صلاحيات ولي الأمر أما أن كل واحد يأخذ سلاحه أو يأخذ تفجيره ويفجر ويضرب ويقول هذا من الجهاد هذا كذب على الإسلام ليس هذا من الجهاد الجهاد من صلاحيات ولي أمر المسلمين ولهذا يذكر المسلمون في عقائدهم ومن أصولهم في العقيدة الجهاد مع الإمام الجهاد مع الإمام سواء كان برا أو فاجرا مع الإمام قالوا لأنه صلاحيات أما أن الجهاد يكون فوضى فهذا ليس جهاد وإنما هذا فساد نسأل الله العافية فمن أصول أهل السنة والجماعة في الجهاد أنهم يتبعون فيه ولأمر المسلمين ويجاهدون معه ويدافعون معه عن المسلمين وعن الإسلام والله على الجماعة أما الفوضى فهذه لا يقرها لا يقرها الإسلام فهذه من أصول أهل السنة والجماعة كذلك من أصول أهل السنة والجماعة النصيحة النصيحة للمسلمين قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وليا إمة المسلمين وعامته فالنصيحة مطلوبة والغش محرم غش المسلم في المعاملة غش المسلم في الرأي إذا استشارك غش المسلم في إفشاء سره هذا خلاف النصيحة النصيحة لله ولكتابه يؤلمهم ويسره ما يسره مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد السهر والحم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا والله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب فهذه جملة من أصول أهل السنة والجماعة نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه الحق وصراطه المستقيم ويجعلنا وإياكم وجميع المسلمين متمسكين بكتابه سائرين على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم متبعين لصحابته الأطهار الأبرار محبين لهم مقتدين بهم إنه سميع مجيب صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين جزا الله سمعت الشيخ صالح من فوزان من فوزان خير الجزاء على ما تفضل به في هذه المحاضرة طيبة النافعة فضيلة الشيخ يقول السائل أحسن الله إليكم هل يصح القول بأن فهم السلف للكتاب والسنة فهم معصوم يجب اتباعه نعم إذا أجمع إذا أجمع الصحابة على فهم أو أجمع علماء الأمة على فهم فإنه يجب اتباعه ومن يشاقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير نعم يقول السائل سماعة الشيخ إني أحبكم في الله يقول أن واردته كانت في غرفة وهي يبدو أنها مريضة فترك عندها البخور فلما رجع ترك عندها البخور في غرفة فلما رجع احترقت بها الغرفة فماذا عليه علما أنه لا يستطيع الصوم إذا كان ترك الجمر عندها وهي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها ولا تستطيع أن تخرج وترك عندها النار احترقت هذا متسبب هذا يعتبر خطأ من قتل الخطأ متسبب ويكون عليه الكفارة وهي عثق رقبه فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فإذا لم يستطع تبقى في ذمته والله يتولى سبحانه وتعالى لنا جار لا يصلي في المسجد إلا قليلا زرناه ونصحناه مرات فهل يصح لنا أن نرفع أمره إلى هيئة الأمر المعروف النهي على المنكر بلا شك هذا واجب عليكم ما دام نصحتموه ولم يقبل فلا بد من الرافع به إلى رجال الهيئة لأخذ على يده نعم فضيلة الشيخ هل بيان ضلال أهل البدعي وأهل الحزبيات ورد باطلهم بالأدلة من استثارة الفتنة وهل السكوت عن باطلهم هو من جمع الكلمة هذا يرجع إلى أهل العلم أهل العلم هم الذين يتولون بيان الأخطاء والرد على المخطئين هذا أضمن وأبعد عن عن الفتنة إذا تولى العلماء الموثوقون بيان الحق والرد على الخطأ فهذا أمر طيب ولا بد من لا بد من بيان الحق ورد الباطل ولكن يكون هذا في الطرق العلمية التي لا يقوم بها إلا أهل العلم والبصيرة نعم رضيلة الشيخ يوجد في المكتبات كتاب الانتصار لكتاب العزيز الجبار وللصحابة الأخيار وكتاب كشف زيف التصوف للدكتور ربيع المدخلي هل تنصحون به؟ الله ما قرأته هنا الرجل طيب ومعروف وعالم أما الكتاب أنا ما قرأته حتى أحكم عليه نعم قل السائل هناك دعوة قائمة في بعض وسائل الإعلام تدعو إلى تجديد الخطاب الديني فما رأيكم في ذلك وما توجيهكم وما مرادهم وجزاكم الله خيرا الخطاب الديني هذا هو الخطاب الذي جاء في الكتاب والسنة من تسمية الناس بأسمائهم الكافر يسمى كافرا المنافق يسمى منافقا فاسق يسمى فاسقا المؤمن يسمى مؤمنا لا بد من هذا أما أن نغير هذه الأسماء ونقول لا تقولوا كافر قولوا غير مسلم فهذا من تحريف الكلم عن مواضعه ومن استرضى الكفار والمداهنة في دين الله عز وجل نعم فإن كان المراد بالخطاب الخطاب الذي جاء في الكتاب والسنة يراد أن يغير عن لفظه فهذا لا يجوز وهذا خطر عظيم وهذا تحريف أما إذا كان القصد بالخطاب الأسلوب الذي يلقيه الواعظ أو الداعية هذا يختلف باختلاف الناس يخاطبهم بحسب ما يؤثر عليهم وينفعهم فأسلوب الداعية كلام الداعية يختلف فخطاب الملوك غير خطاب غير خطاب أفراد الناس وخطاب العلماء غير خطاب الجهال وخطاب يختلف هذا يخاطب كلا بما يليق به فإذا كان المراد بالخطاب خطاب الداعية الذي يقوم بالدعوة أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأنه ينزل كل شيء من منزلته فهذا لا بد من لا بد من تهذيبه وضوابطه أما المراد بالخطاب ما جاء في الكتاب والسنة من الأسمى والأحكام هذا لا يجوز تغييره أبدا نعم فضيلة الشيخ ما حكم تهنية الكفار بمناسبة العام الجديد الميلادي أو الهجري وذلك إظهارا لسماحة الإسلام لا يجوز تهنية الكفار بأعيادهم لأن أعيادهم هي الزور قال تعالى والذين لا يشهدون الزور جاء في التفسير أن المراد بالزور أعياد الكفار لأنها أعياد كفرية لا يقرها الإسلام عيد المولد هذا يقره الإسلام العيد الذي يحتفون فيه بالمسيح ويقولون إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله هذا يقره الإسلام لا يجوز تهنياتهم في هذا نعم إذا توضأت للصلاة ولبست الشراب ومسحت عليه للمرة الأولى بعد ذلك لبست الجزمة كرامكم الله وأردت أن أمسح المرة الثانية على الجزمة للصلاة فهل يصح ذلك؟ إذا كنت لبست الجزمة قبل أن تمسح المسحة الأولى بعد الوضوء لم تمسح المسحة الأولى بعد الوضوء وبدأت المسحة على الجزمة فلبس أما إذا بدأت المسحة على الشراب ثم لبست الجزمة فيكون الحكم للشراب الذي بدأت عليه المسحة نعم سماعة الشيخ إذا مات العبد على الشرك الأصغر دون التوبة فهل هو تحت المشيئة أم يدخل النار وجوبا؟ هذا في خلاف بين العلماء قيل أنه يدخل في المغفرة يغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقيل أنه لا يدخل لعموم قوله أن الله لا يغفر أن يشرك به وهذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأسطر لكنه لا يعذب مثل تعذيب الشرك الأكبر يعذب على قدره ولا يخلد في النار كما يخلد المشرك الشرك الأكبر فضيلة الشيخ متى نحكم على الشخص بأنه خرج ممن أهل السنة والجماعة؟ نحكم عليه بأقواله وأفعاله ما يظهر لنا نحن لا نشق عن القلوب ومن أظهر الخير قبلناه فإذا ظهر منه ما يقتضي خروجه عن مذهب أهل السنة والجماعة من قول أو فعن حكمنا عليه بذلك إلا إذا كان مكرها أو له عذر ألا نحكم عليه لوجود العذر نعم رضيبة الشيخ دخلت من المسجد ووجدت الجماعة ويصلون العشاء وأنا مسافر وقد دخلت معهم بنية المغرب وقد صلوا ركعة فكيف أعمل؟ نعم تصلي المغرب بصفتها تصلي معهم المغرب ثلاثا تسلموا معهم يسقط عنك التشهد الأول نعم رضيبة الشيقول السائل هل من أصول أهل السنة التقارب مع الفرق والمذاهب المختلفة بحجة التيسير والتقارب وجلب المصالح أرجو التبيين وخاصة أن بعض المعاصرين من الدعاة يدعون ويعملون بذلك التقارب لا يجوز إلا على الحق وعلى مذهب أهل السنة والجماعة أما من خالف فإنه لا تقارب معه إلا في أمور الدنيا أمور الدنيوية بيع والشرى وما أشبه ذلك باستعجار لا بس أما أن نتقارب معه وهو مخالف لنا في العقيدة لو كان الخلاف في الأمور الفرعية التي هي محل الاجتهاد والنظر ولا بس إذا كان الاختلاف في العقيدة فلا تقارب بيننا وبينه لكن لا يمنع هذا أن نتعامل معهم فيما أباح الله سبحانه وتعالى نعم يقول السائل هناك من ينتسب إلى الدعوة والدعاة يصف في شريط يقول يصف في شريط له الصحابي الأقرع ابن حابس بأنه مخبول أو مهبول فما الواجب تجاه ذلك هذا ضلال والعياذ بالله لا يجوز تنقص أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لهم فضل الصحبة فالأقرع ابن حابس رضي الله عنه عنده فضل الصحبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المزية ليست لأحد بعد الصحابة فلا نتنقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جملة ولا تفصيلا بل نحترمهم ونوقرهم ونعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسب أصحابي وهل الأقرع ابن حابس ما هم من أصحاب الرسول ومن صحابة الرسول فالنبي نهى عن سبه نسأل الله العافية نعم سمحت الشيخ ما هي أصول الدين التي من خالف منها شيء أصبح هالكا وجزاكم الله خيرا أصول الدين العقيدة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين احترام المسلمين وعدم الاعتداء عليهم من الأصول التي تربط بين المسلمين بعضهم مع بعض نعم فضيلة الشيخة ليشترطوا لولي المرأة في التزويج أن يكون محافظا على الصلاة مع جماعة المسجد نعم إذا كان يصلي ولكنه يتخلف عن جماعة المسجد هذا عاصي هذا عاصي ولا تسقط ولايته أما إذا كان لا يصلي أبدا يترك الصلاة متعمدا ولو بعض الصلوات هذا كافر ليس وليا للمسلمة فلابد من ولي غيره من المسلمين نعم فضيلة الشيخة قل السائل ما أصل شبهة النفات وكيف نرد عليهم ليش النفات ما وضح لا ما وضح حنما نوضح نعم يقول السائل فضيلة الشيخ هل المستهزئ هل المستهزئ هل المستهزئ لا هو توبة وماذا يعني قول الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيماني التوبة على الصحيح مقبولة من تاب إلى الله عز وجل من تاب تاب الله عليه أيا كان ذنبه نعم يقول السائل فضيلة الشيخ رجل مقيم في السعودية لديه محل تجاري يجعله باسم أحد أهل البلد نعم يقول لديهم أحد المقيمين في هذا البلد في السعودية له محل تجاري يكتبه باسم أحد أهل البلد بقابل أن يدفع له مبلغ سنوي ما حكم هذا العمل هذا كذب ولا يجوز الكذب والاحتيال وهذا معصي هل يولي الأمر وكذب واحتيال ولا يجوز نعم سمحت شيء يقول السائل تزوجت بابنة خالي ثم طلقتها وهي حامل ثم وضعت بعد أربعة أشهر يقول ثم حاولت إرجاعها لكن والدي يرفض ذلك فما أعمل علما بأن لدي منها ثلاثة أطفال الارجاع لا يكون إلا بعقد جديد إذا لم تكن استوهت عدد الطلقات عبينون الصغرى لك أن تعقد عليها عقدا جديدا وتفاهم مع والدك أصلح مع والدك وأقنعه بذلك نعم نختم أيها الأحبة بهذا السؤال يقول السائل أنا في السبعين من عمري وأعاني من الوساوس فقلت لمرأتي وأنا بداخل دورة المياه كلمكم الله طالق بالثلاث وهي في الحقيقة ليست موجودة أعني زوجتي فما أعمل جزاكم الله خيرا عليك أن تراجع دار الإفتاء ترجع إلى دار الإفتاء يوم السبت إن شاء الله وتقدم سؤالك وعن الوساوس الوساوس يتعوذ من الشيطان لكن الطلاق طلاق يراجع دار الإفتاء أما الوساوس هذه ما يحتاج يراجع دار الإفتاء عليه أنه يتركها أنه يتركها ويستعيذ بالله من الشيطان نعم نستمر الله سمحت شيء يقول السائل ما موقف المسلم أمام الفتن وخاصة أمام تخاذ البعض المسلمين عن الدعوة والنصرة وجزاكم الله خيرا موقفه أنه يقوم بما يستطيع فاتقوا الله ما استطعتهم فيقوم بما يستطيع من الدعوة والأمر بالمعروف نهي عن المنكر ونشر الخير ما يستطيع نعم يقول السائل بعض الشباب المتحمس للدعوة يذكر مثال ولي الأمر من باب الغيرة على الدين ثم يدعي له بالهداية فهل يخرج بهذا الفعل من منهج أهل السنة والجماعة نعم نعم هذا مذهب المعتزلة اللي شهر بولاة الأمور وبأخطائهم هذا اعتزال يريد أن يروج مذهب المعتزلة هو يشحن قلوب الناس على ولي أمرهم هذه فتنة وليس من الدعوة نعم هذا يريد التوجيه سمحت الشيخ عن بعض الدعاة الذين يفتون بالجهاد في العراق ويأمرونهم بالذهاب إلى العراق للجهاد الفتوى لها مصدر ولها مكان معروف وجهة معينة فالذي يعتمد على فتوى لم تصدر من هذه الجهة المعينة هذا مخطط نعم يقول السائل هل يكفر الخوارج أم ماذا وجزاكم الله خيرا ما لك مصلحة في تكفير الخوارج المهم أنك تجنب مذهب الخوارج وحذر منهم ويعرف مذهبهم أما الحكم عليهم بالكفر وعلم الكفر هذا ليس لك فيه مصلحة نعم سمعت الشيخ هناك من يؤول خروج بعض الدواب كالحيات من المقابر بأن هؤلاء كانوا عصات بل يذكرونهم بالاسم عبر الجوالات فما توجيهكم وجزاكم الله خيرا هذا من الإرهاب والتخويف ولا يجوز هذا العمل حتى لو رأيت دابة خرجت من قبر تستر على صاحب هذا القبر ولا تدري ربما أن دابة هذه حشرة داخلة في جحر ولا علاقة لها بالميت فليس من شأنك أنك تروج هذا الأمر وتسيئ الظن بصاحب القبر أنت ما تدري وعليك إذا عرفت أن تستر عليها أيضا لأنه أخوك وميت نعم والجوالات هذه احذروها الجوالات هذه روج فيها خرافات وروج فيها أمور شنيعة فاحذروها ولا تقبلوها نعم سمعت الشيخ إذا كنت مسافرا وقيموا في مدينة في مدينة ثم سافرت إلى مدينة بعيدة لمدة عشرة أيام فهل يشملني حكم مسافر إلى المسح ثلاثة أيام ما يقول يقول أنه سافر إلى مدينة بعيدة عن مدينته لمدة عشرة أيام هل يشمله حكم المسافر بالمسح ثلاثة أيام بلياليها ما دام مسافرا فله رخص السفر إلى أن يرجع إلى بلده من المسح وغيره نعم يقول السائل رضي الله الشيخ كيف نرد على على من على الجهلة والمرتدين كأن يدعون على عالم أو شيخ أو أو أصحاب دعوة ينصحهم ينصحهم أن هذه غيبة ينصحهم عن الغيبة الكلام في أعراض النس نعم يقول السائل بعض الدعاة يدعو إلى التقارب مع أهل بدع كالرافضة الصوفية وغيرهم لأجل توحيد الأمة وعدم تفريقها أمام عدوها من اليهود والنصارى فما حكم ذلك الأمة لا يمكن أن تجتمع إلا على الحق الذي جمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم هو الذي يجمع آخر الأمة قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها فلا يجمع الأمة إلا سلامة العقيدة وصحة المنهج وسلامة المسيرة التي يسيرون عليها أما أن يجتمعوا وعقيدتهم مختلفة فلا يمكن هذا آبداً أنه يجتمعون مع اختلاف العقيدة نعم يقول السائل هل يجوز فك السحر بالسحر وما معنى قول السلف لا يفك السحر إلا ساحر لا يجوز السحر لا عمله ابتداء ولا عمله للعلاج لأنه كفر ولا يجوز التداوي بالكفر قال صلى الله عليه وسلم تداوى ولا تداوى بحرام والسحر أعظم الحرام لأنه كفر والعياذ بالله قال تعالى يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فحكم عليهم بالكفر بتعليم الناس السحر إلى آخر الآيات التي فيها ما يدل على كفر الساحر فلا يجوز استعمال السحر لا ابتداء ولا علاج لأنه كفر والمسلم يتجنب الكفر والله جل وعلا لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا نعم قل السائل في صلاة العيد الأضحى القريب فاتتني الصلاة بالكلية فوجدت جماعة خلف رجعين يقرؤون الفاتحة ولا يكبرون التكبرات الزوائد ثم يقرؤوا بعد الفاتحة السورة فما صحة هذا العمل شلول يقول أنه فاتته صلاة الأضحى عيد الأضحى فوجد جماعة يصلون فصل معهم فما حكم عملهم طيب لا بس زوائد سنة التكبرات الزوائد سنة تركها لا يخل بالصلاة الصلاة صحيح نعم يقول سائل فضيلة الشيخ من الدعاة من يقول أن منهج السلف الصالح هو تفريق بين الناس حيث أن دعاته يقسمون الناس لأقسام من شتى ويتكلمون في أهل الدعوة والصلاح فما قول فضيلتكم هذا من دعاة الظلال يقول هذه المقالة من دعاة الظلال وليس من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذي يتكلم على علماء الأمة وسلف الأمة والصحابة والتابعين ويقول أنهم يفرقون بين الناس هذا من الكذب والافتراء على سلف هذه الأمة نعم هذا سائل هذا أخ يقول أنه انتشر في بعض الجوالات رسائل تقول أنها صورة مصحف عثمان رضي الله عنه وعليه قطرات من دمه فما توجيهكم إيش يقول أنه في بعض الجوالات تنتشر رسائل بصور لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه عليه قطرات من دمه هذا كذب مصحف عثمان ما هو موجود بأيدي الناس بصورته الأصلية إنما هذا من الكذب ويمكن يجبون دم ويكتبون قرآن وينفرون عليه دم يقولون هذا مصحف عثمان وأيضا مشه المصلحة مصلحة المسلمين من هذا نعم نختم أيها الأحبة بهذا السؤال سمعت الشيخ يقول السائل ونفيد أن أسبوع القادم بذل الله تعالى محاضرة لفضيئني معالي الشيخ عبدالله محمد الخنين عضو هيئة كبير العلماء في الخميس القادم بذل الله يتبارك وتعالى نختم أيها الأحبة بهذا السؤال يقول السائل فضيئة الشيخ هل تؤيد أن يقوم طالب العلم المبتدئ بقراءة ولزوم كتب شيخ الإسلام نعم كتب شيخ معين نعم يقول هل تؤيد هل ترى أن يقوم طالب العلم المبتدئ بقراءة ولزوم كتب شيخ معين ثقة وراسخ لمعرفة أساسيات العلم والدين وأحكامه أنا أوصل مبتدئ بأن يطلب العلم على المشايخ وعلى العلماء ولا يقتصر على قراءة الكتب لا كتب شيخ الإسلام ولا غيره لأنه يفهمها على غير الوجه الذي أراده المؤلف فلا بد أن يعرضها على أهل العلم ويقرأ في المدارس ترجمة نانسي قنقر